نيجي الكلام اللي بيضايق أو الكلام اللي بيوجع مطش مبارح نعارف الناس كلها الحقيقة مضايقة جدا ومش مضايقة بالنتيجة لأنه عارفين أنه ما فيش فريق بيكسب طول الوقت لكن الحقيقة مضايقة أكتر من الأداء وخصوصا أن المقدمات والمباراة اللي سبقت مباراة الـ Pyramids كان الأهلي فيها شديد التواهج كان الأهلي مقدم فيها وراء اعتماد تقول أنه كل سلبيات اللي عدنا بيها من المرحلة اللي فاتت انتهت وخلصت لكن مبارح اللي ده أكتر من خصارة المباراة وخصارة ثلاث نقاط في منتهى الأهمية هو غياب الروح وغياب الأداء وهنا عايز أقول كلمتين عايز أقول كلمتين واحدة ليهم علاقها بالجمهور الجمهور لا يولام وما يتزعلش منه جمهور النادي الأهلي كان وما زال وأعتقده في ظني سيبقى هو الداعم الأول وهو السبب الأول في كل نجاحات اللي حققها النادي الأهلي على مدار تاريخه كله خد بالك قلت لك بس جدا أن الجمهور ده حبه وانتماؤه للنادي الأهلي بيدفع فيه كل شيء ما بياخدش فيه مقابل الحب والانتماؤ ده أي شيء من أول التيشرت اللي بيدفع فيها أو بيحوش عشان يشتريها وصولا بصفر وانتقالات وراء الفريق ووصولا لتذاكر المطشاط اللي بيدفح حبا في حضور ومشاهدة ومتابعة فريق المفضل النادي الأهلي فيه مقابل ده لا فيه مقابل مدي ولا فيه شهرة ولا فيه مكانة اجتماعية ولا فيه تاريخ بيتعمل فبالتالي ما ينفعش تلوم أو تزعل أبدا من جمهور النادي الأهلي نمر اتنين الحقيقة وده متعلق بلعابتنا والفرصة الحقيقة وكلام أنا حابب كويس قوي أبدأ حلقة النهاردة وهتكلم على الفرصة امبارح قافي سلبيات كتيرة جدا ممكن نتكلم عليها من هنا البكر لكن في ظني وده اللي لمسته عند كتير من جمهور النادي امبارح في ردود الأفعال يعني بعد المباراة إنه ده مش وقته على الإطلاق ليه؟ لأن احنا قدامنا فرصتين كبار جدا فرصتين كبار جدا الفرصة الأولى لمستر ريكاردو سوارش الحقيقة أنا شايف إن الصعوبات اللي تولى فيها أو الظروف الصعبة جدا اللي تولى فيها مستر ريكاردو سوارش وأنا ما زلت عند رأيي أنا لا حملته مسؤولية التعادل مع الجونة ولا ديته الكردت أو الفضل في إن احنا قدمنا عرض عظيم جدا قدام فيوتر وقلت إنه لسه بدري جدا على الراجل عشان ياخد فرصته كاملة ونقدر نشوف ونقيم تجربة ريكاردو سوارش لكن قلت إن الراجل عنده مقدمات مطمئنة يعني تخليك تتفائل بإنه فيه مدير فني محترم تولى المسؤولية في التوقيت ده ولكن رغم الظروف الصعبة دي أنا حابب جدا إنه الراجل يعدي بالمواقف أو المطبط الصعبة زي ما بيقول عشان يقدر يقيم كويس قوي ويعرف القماشة اللي معاها عاملة زي ويقدر يبني عليها التصور اللي رايح للسيزن الأصعب وبكرر السيزن اللي جاي هيكون أصعب موسم عدى على النادي الأهل يمكن ما كونش ببالغ يعني قلت في تاريخه خدوا بالحضراتكم إنه جزء كبير جدا من لعبة الأهلي مستنزفة بمعنى الكلمة حرفية ما طلعتش أو رجليها ما طلعتش من ملعب بقالها تلت مواسم متتالية ما بين مطشاط دولية مع الأهلي ومطشاط دولية مع منتخب مصر ومطشاط في المسابعات المحلية المختلفة اللي دايما 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 هم وصلين فيها وده كريدت يحسب ليهم ومن ننسوش أبدا بيوصلوا فيها للمحطات الأخيرة فبالتالي الحقيقة ده مهم جدا في الفترة الصعبة دي وفي الجزء المتبقي من الموسم ده إنه مستر ريكاردو سوارش يقرى كويس قوي شكل وطبيعة المنافسة في الدولة المصري عاملة إزاي شكل وطبيعة إمكانيات لعبته عاملة إزاي إيه الصورة الأمثل اللي الأهلي يبقى جاهز بيها لبداية الموسم اللي جاي وده نقطة في منتهى الأهمية الفرصة الثانية اللي بتكلم عليها فرصة للفريق واحد عشان تعود خسارة مبارح وقريب جدا عندك الفرصة ذهبية الحقيقة واحد طبعا إنك إنت تكسب الزمالك في مسابقة كاس مصر وتصدر التوتر للمعسكر الأبيض اللي هو المنافس الرئيسي ليك دلوقتي على البطولة بيرامدز أنا مش أقلق منه والحقيقة يمكن كلام ده بسمعته في ماتش بيرامدز وسمعته في ماتشات تانية كتير هي ليه لعيبة قدام الأهلي كده بتظهر بإمكانيات تفوق قدراتها خد بال حضرتك الموسم لو كلمنا على أهم مسابقة في مصر يعني هو الدوري المصري الموسم بالنسبة لكل فريق فيه 34 ماتش بالنسبة لكل فرق الدوري طلع منهم الزمالك بس ماعتقدش إنه فيه فريق تاني طلع منهم فريق نادي الزمالك بالنسبة للمعظم الفرقة التانية من أول التالت لغاية التمنتاشر ما حدش يتفرج عليهم غير ماتشين أو ثلاثة في السيزن كله يعني حدك المباراة بتاعتهم دي تقريبا شبه منسية ما فيش حد بيفرج أو بيتابع باستمرار ممكن تشوف مباراة اتنين بالصدفة وما تكونش مركز فيهم قوي لكن ماتش الأهلي والزمالك ده بالنسبة لأي فريق عيد لسبب اين السبب الأول أنه فيه طموح بما أنك انت ما عندكش القدرة أنك انت تتحقق بطولات أو أنك انت تكون فريق موجود دايما على مرصات التتويج أنك تيجي قدامك كبير وتحقق نتيجة ده في حد ذاته إجباع حالة إجباع كده الإيجو بيجور عند اللعيبة وده مش تقليل منهم ده بالعكس يحسب ليهم نمرة اتنين هي فكرة الزهور مين هيتفرج عليها تول السيزن غير في ماتش الأهلي وماتش الزمالك أي فريق بيلعب الأهلي والزمالك عارف أنه مصر كلها النهاردة بتتفرج عليه ففرصة أننا تشايفه فرصة أننا أقدم أكتر وأقوى ما عندي وده اللي بيحصل غالبا في مواجهة الأهلي وطبعا مع الزمالك على كل أحوال الفرصة ما زالت قائمة وبشوف أنه بداية من يوم الخميس اللي جاي معايد مباراة الأهلي والزمالك هتكون بداية أو فرصة لبداية جديدة وتصحيح مصار ليه؟ واحد أنك انت تكسب بطولة اتنين أنك انت تصلح جماهيرك الغضبانة والزعلان واللي في عز غضبها وزعلها ما زالت بتدعمك بشكل كبير جدا وبتقول مش دلوقتي وقت الحساب نوصل ونعدي من مباراة الكاس وبعد كده يكون لينا كلام تاني والأهم من ده أن الدولي لسه في الملعة وفتكروا كلامي ده أنا أقول لحلالاتكم قبل شهرين أو قبل شهر ونص تقريبا من البطولة ما تخلص الأهلي عنده 11 مباراة تقريبا تقريبا يعني تلت المسابقة أو أكتر من تلت المسابقة بشوية كمان والزمالك فضله تسع مباراة بس فيه فارق وفيه نقطة مهمة جدا وأنا أستعرض مع حضراتكم المواجهات المتبقية للثلاث الفرق اللي فيه صدارة المشهد الأهلي والزمالك وبيرمز أخذوا بالكم أن فيه مباراة مفصلية قبل ما انتبه حتى مطشاط الأهلي فيه مباراة مفصلية هتعطل وهتوقع واحد من الاثنين إن ما عاعدش الاثنين نفسهم وهي مواجهة الزمالك وبيرمز المنتظرة خلينا نشوف معاكم مطشاط النادي الأهلي المتبقية يوم السبت اللي جاي إن شاء الله بعد طبعا مباراة الزمالك هيكون عندنا مباراة الأهلي والجونة بعد كده الأهلي في مواجهة مصر المقصة الأهلي في مواجهة فارقو الأهلي في مواجهة المصري إستن كامباني والأهلي والأهلي وأمبي طلاعي الجيش والأهلي والأهلي والسلاميكا وكليوباتر أعتقد إنه طبعا فيها مطشاط صعبة وأنا أعتقد إنه مطشاط الأهلي اللي جاية في مطشين يمكن مش موجودين عندكم لأنه لسه متحددش مع وعيدهم بشكل كامل الأهلي والمقاولين والأهلي والإسماعيلي أعتقد الأهلي والإسماعيلي تحددت 21 أغسطس كانت مفترض إنها تتلعب الإسبوع ده يوم الأربع اللي جاي يوم عشرين بس اتأجلت عشان طبعا وصول الأهلي النهائي الكاس الأديل نروح للزمالك والزمالك الحقيقة معظم مطشاط المتبقية مطشاط ومواجهات صعبة أولهم الزمالك وسموحة وسموحة الحقيقة يعني تقدر تقول إنه من الفرقة النهاردة اللي تعمل لها ألف حساب بعد الزمالك وسموحة مواجهة برضو هتكون في منطقة صعوبة مع رابع جدول الترتيب فيوتشر ثم المواجهة اللي بعتقد إنها هتكون مؤثرة جدا في سباء استعادة الصدارة بإذن الله إن شاء الله نادي أهلي مواجهة الزمالك وبيرامدز هتكون يوم لاثنين واحد أغسطس بعد كده الزمالك هيروح للجونة عشان يلعب الجونة في ملعبها وبعد كده الزمالك في مواجهة مصر المقصة فرقه الزمالك الزمالك والاتحاد والمصري والزمالك في التوقيت ده هتكون مواجهات في منطقة صعوبة ثم يختتم الزمالك مبارياته التسعة بمواجهة استن كامبري نروح لمطشاط بيرامدز المتبقية وبيرامدز حتى اللحظة لو الأهلي لعب المبارتين الموجلتين وقدر ان هو يفوز بيهم بيرامدز بالنسبة لنا مش هيبقى فيه مشكلة خالص لانه احنا قريدي الفرق بيننا وبين بيرامدز خمس نقاط بيرامدز والبنك الاهلي يوم الأربع الزمالك وبيرامدز نفس المباراة اللي بقول لحضراتكم وارد جدا ان واحد من الاتنين يعطلوا بعض او الاتنين نفسهم يعطلوا بيرامدز بعد كده في مواجهة المقاولين غز المحلة وبيرامدز بعد كده يروح لسموحة ومن سموحة لفيوتشر ومن فيوتشر لسيراميكا كيوباترا ثم النهاية او الختام هيكون مع الجول فعشان كده بقول لحضراتكم الدوري ما زال في الملعب والدنيا مش بعيدة ومرنا بسيناريوهات كتير جدا اصعب من اللي احنا فيها دلوقتي وقدرنا ان احنا نتجاوزها المهمة بس ودي اهم حاجة ممكن نراهن عليها ويراهن عليها جمهور النادي الاهلي هي عودة الروح بداية من مباراة الزمالكة المقبلة في نهاية كاس مصر اشتركوا في القناة